موسيقى أهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من شبكة في صنارة هعمل النهاردة سمك بوري باللمون والتوم وهعمل معاه مقبلات تماطم وجبنة وريحان نبتدي الأول بالبوري المكونات سمكتين بوري صغيرين لمون توم شطة وطبعا ملح وفلفل وزيت نقرب كده الملح والزيت ممكن حتى إيه هنستعمل الفرن يبقى نتجهز الفرن علشان أو لما السمك يدخل يبتدي يستوي على طول هحط معلقة صغيرة شطة طبعا لو عايزين تزودوا برحتكو ومعلقة صغيرة برضو من الملح فلفل أسود البوري بقى ده في كذا نوع يعني البربوني أصلا بوري بس لونه أحمر يعني بالإنجليز اسمه ده اسمه جري مالت دي شبه قوي اللي لو حراركوا تعرفه السهلية أو السهلي على حسب كل منطقة في مصر بينطقوها بطريقة مختلفة السهلية بقى دي ليها ناس يعني بيعزوها جدا وبيستنوها في موسم بتاعها وآآ سمكة حلوة قوي بتبقى مليانة بطارخ عشان كده الناس بتعزها جدا نخلي دي بس كده علشان الجو مفتوح وهقطع التوم مش هفرومه صغير لأنه داخل الفرن نفكر حضراتكم أي حاجة بتدخل الفرن لما بتقطع صغير قوي بتتهري بسرعة وبتهرق بالزيت المكونات اللي قوامها ضعيف زي التوم التماطم الحاجات اللي ما بتستحملش نهار كتير قوي بتدخل في بتدخل الفرن ما بتستحملش فنخليها متقطع اكبر شوية نحط شوية من اللمون ونحط كمية زيت كافية وخلي بالحضراتكم السمك ده صغير قوي ده مش هكمل عشر داقب الفرن بس يخلي الفرن على ايه نبتدي مثلا بمتين وخمسين او اعلى حاجة وبعد كده نبقى نقلل الدرجة لحد مية وتمانين ممكن متين يعني سبعة تامن داقب كتير هيبقى استوى وادي الزيت كده خلاص حطيت انا شطة فما فيش دا ايه نحط فلفل سوود خلاص مدام حاجة بتعوض حاجة اخد خليه هنا هارس اللمون كده شوية طبعا اللي عارف ان اللمون لما بيتحط كتير في الاول بيمرر فخلينا ايه هنحط اللمون من غير ما نعصره هاجي بالسكينة واعمل فتحات كده واحد اتنين تلاتة واقول لحضراتكم على حاجة كمان مهمة لما تبقى الزعانف طويلة قوي كده يفضل ان احنا نقصها علشان اللي بيحصل ان ايه لو على الشواية او في النار في الفرن بتنشف جامد قوي بتحرق ناخد كمان الزعانف لو بنحمرها مثلا على النار بتبقى اسهل شوية لان ايه بيقرمش وممكن يتاكلوا لكن في الشاوي او في الفرن بيغمقوا جامد قوي بتحرقوا بيبقى ايه بيعملوا كمان ريحة حاجة مش كويسة قوي والنحية التانية برضو هعمل نفس الفتحات وهاخد السمكتين على تستبيلة بس اقلب الاول المكونات دي مع بعض كويس اه فكنت بقول لحضراتكم ان البولي ده عيلة سمك كبيرة اوي يعني فيه منها لونين او يمكن اكتر البربوني ده هو برضو من نفس العيلة بس احنا بنسميه في مصر بربوني برا مصر ده اسمه جري مالت التاني اسمه ريد مالت دخل بقى تتبيلة جوه السمك سلم كده نحط ايه لمون طوم ناخد شوية من اللمون برضو طوم جوه قلب السمكة والحتة اللي فيها الراس علشان تسخن فالسخنية اللي بيحصل ان اللي موجود جوه ده بيبخر فالبخار بيطلع يبتدي يتبل السمك ويدي له طعم وبعدين الباقي على السمكة من فوق ناخسل ايدي وزي ما قلت لحضراتكو عشر دقايق سبع دقايق تمن دقايق نبتدي فورن سخن وبعدين هتديه لحد درجة حرارة تقريبا 180 او 200 تطلع بالمنظر ده يبقى اول طبق كان سمك بوري بالتوم واللمون هتطلع فاصل برجه اعمل لحضراتكو مخبلات طماطم بالرحان والجبنة خليكم معي البعد الفاصل حاجات حضراتكم الفاصل بعد صناية البوري هعمل دلوقتي مخبلات طماطم اولا المكونات عيش متابل بالزيت والطوم طماطم شاري بقدونس خل تفاح رحان جبنة بيضة بصر انا هعمل زي جبنة بالطماطم كده واحطها على العيش العيش ده بيتجاب الغفل فينه طويلة الباجات بتقطع تحط عليه شوية زيت وشوية طوم بيتشوح على النار بس انا هعمل دلوقتي زي ايه جبنة بالطماطم بصل قطعه ايه صغير على قد ما نقدر علشان يعني هيبقى فوق العيش فلو قطعته كبير مش هينفع عايز نخليه صغير والطماطم الشاري حنقسمها اتنينات بس صغير كده على قد ما نقدر وبعدين مرة بالسكينة عشان ابقى متطمنين لو في حاجة كبيرة ولا حاجة يبقى كله ايه اتقطع مظبوط اخد البصل والطماطم هاقطعها عنصاص هتاخد شوية وقت بس طبعا لو الطماطم الشاري مش موجودة ممكن نستعمل الطماطم العادية بس نقطعها برضو ايه صغير بنقل بحاول لنقل اللي حجموهم اكبر شوية علشان لما تقطع بالنص يبقوا مظبوطين كده كفاية واحط معلقة كبيرة من الخل اي خل ينفع تفاح هنا بالخل المتوفر عند حضراتكم استعملوه حتى الخل العادي برضو مفيش مشكلة او بس الحاجات الخل التاني اللي سواء كان شاري او تفاح او اي حاجة مختلفة عن الخل الطبية بتاعنا بيبقى فيها طعم الفكهة نفسها او طعم اللي اتعمل منه هقطع برضو ريحان مش عايز ادوس عليه قوي علشان ما يفقدش النكهة اللي فيه وهاخد تقريبا معلقة من البقدونس وهاخد الجبنة هزوت بقى شوية زيت زاتون في الاخر كده علشان لو حاولت قلب دلوقتي كل حاجة هتمسك في بعض فقين نفك شوية فيه خل تحت بس مش كتير زيت الزاتون هيخلي كل حاجة تمتازك مع بعض اسهل هليه هنا كده واشوف يعني زي ما بنقول كده جبنة بالطماطم بس عليها بصل وريحان وبقدونس نيجي على الجبنة كده ونقيه ندوس عليه علشان نتأكد ان هي هتهرست واللي بقي خلاص سهل قوي هنحط الثلاث قطع عيش وبعدين طبعا لو في البيت مش عاوزين نعمل الكلام ده كله ونخليه في الطبق وناكل على طول طبعا مفيش مشكلة خالص بس ايه نملاها كده نخلي كل قطع تعيش مليانة جبنة وطماطم وبصل وريحان وبقدونس هو طبعا انا مزود قوي كده عشان تبابيني قدام حضراتكو في البيت يعني لو الجبنة حدقة مش هينفع تبقى زيادة قوي هتبقى كتير شوية فايه نشوف على حسب نوع الجبنة اللي هنستعمله بلنحط عليها شوية من البقدونس المفروم ايه دي كده مقبلات هقول عليها جبنة بالطم يبقى اول طبق كان بوري في الفرن طوم ولمون تاني طبق مقبلات تماطم بالجبنة انا وشوفها شوكو حلقة جديدة باي اشتركوا في القناة